بدنا نشوف في هذا الفيديو الموبايلات من شاومي اللي هتحصل على أندرويد 11 مع بعض كل هيتها فئة الردمي وفئة المي وفئة البوكو إن شاء الله كونوا معنا الآن نجي للفيديو لا تنسى الدعم لنا بالاشتراك في القناة واتفعل الجرس واللايك للفيديو ويالله خلينا نجي مع بعض نشوف إيش الفيديو بيحكي تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم إيهاب الصرف أنت من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين إن شاء الله دايما مبسوطين يا رب العالمين بدنا نجي الآن قبل هيك إحنا حكينا عدة فيديوهات عن اللي هو واجهة شاومي واجهة اللي هو 12 وواجهة 12.5 ووقت إيش هتصل وحكينا عن كيف تنزل طريقة يدوية اللي هو واجهة 12 وكيف إذا موصلت كاشش تعمل فهذه التفاصيل كلها موجودة في الفيديوهات هتقولك هيها في صندوق الوصف اليوم بدنا نيجي نقرأ أو نيجي نشوف إيش في عنا أو إيش في الموبايلات من شاومي اللي هتأخذ أندرويد 11 فالآن بدنا نيجي نقرأها مع بعض وهتظهر على الشاشة إن شاء الله وأول حاجة خلينا نيجي نبدأ في موبايلات شاومي الأساسي والرئيسي اللي هي المي طبعا هي شاومي فئات ثلاث فئات عندك المي والريدمي والبوكو هذي الثلاث فئات اللي هي معتمدة لدى شاومي أول حاجة المي مي ناين برو فايف جي مي ناين اس اي مي سي سي ناين مي ناين لايت هو نفسه يعني مي سي سي ناين مي سي سي ناين ميتيا اديشن يعني هذي الآن خلينا احنا في رقم تسعة رقم عشرة رقم عشرة اللي هو ميتين ميتين ألترا ميتين برو ميتين لايت فاي جي ميتين يوث ميتين يانج لايت زوم ميتين تي اللي هو ريدمي كي تلاتين اس ألترا هذا اللي هو ميتين تي عشان نكون عندك هذا بكون النازل في الصين وهذه بتكون النسخة العالمية ميتين تي برو ميتين تي لايت اللي هو نفسه الاش تن اي نيجي برضه في فاة المي مي ناوت تن مي ناوت تن برو اللي هو نفسه سي سي ناين برو مي ناوت تن لايت مي اي ثري خلصنا من فاة المي هذي كلها تحصل على اندرويد احداش نيجي للبوكو بوكو اف تو برو اللي هو ريدمي كي تلاتين برو بوكو اكس تو ريدمي كي تلاتين نفسه اللي هو بوكو اكس تري ان افسي هذا الجهاز العالمي اللي صيط بوكو ام تو بوكو ام تو برو بوكو ام تري في فاة الكي اللي هي طبعا فاة الكي اغلبها هذي بتنزل وين اللي نسخة بتنزل في الصين اللي هو ريضمي كي تلاتيني تلاتيني برو اللي هو البوكو افتو برو النسخة العالمية هناك نسخة اللي بتنزل في الصين ريضمي كي تلاتين قف جي ريسينج فيه نوع تاني اللي هو فاي بجي وفيه ريسينج ريضمي كي عشرين برو ريضمي كي تونتي برو فيه منو وفي stool20 برو ب phenomena لي هو ناينتي برو تمام بنيجي الان نكمل في الريضمي اللي هو النسخ يعني نسخ العالمية اللي بتيجي عند لك دولي التانية. يعني نزل منques اللي هو هادا النسخة العالمية وحكينا عنه فيديوهات انا حكيت عنه فيديوهات عن الكلام هذا. اعطوه لكل الفيديوهات في العلامة البيضاء الان. هادة اللي هي نسخة اللي هو صين. وهذه النسخة العالمية. هاد ما هادا النسخة اجأت عندنا منها وكان في نسخة هندية منها. المتقدة نسخة الهندية بتكون نوت ناين برو نوت ناين اس وريد می نوت ناين. ريدمي تن اكس برو ريدمي تن اكس فايف جي ريدمي تن اكس برضو في فور جي. وانا عملت مراجعة على موبايل ريدمي تن اكس اللي هو فور جي. هذا عشان نكون له كلمه هو نفس مواصفات اللي هو ناين ناين. ريدمي ناوت آآ ايت. ريدمي 8 برو. هذي برضه هيصلها اندرويد 11. ريدمي 9 هذا الموبايل العالمي اللي كان منافس قوي جدا ريدمي 9. ريدمي 9C اللي هو البوكو C3. ريدمي 9A. ريدمي 9I. ريدمي 9 برايم. ريدمي 9 باور. عشان كنت أكلم ريدمي 9 برايم هو النسخة الهندية لنفس الجهاز الريدمي 9. الان بيبدأ اجي اقولكو عن الموبايلات من شاومي التي لن مش لم لن تحصل على اندرويد 11. يعني مش هيصلها اندرويد 11 لانه هو يعني على ما اعتقد شاومي هي يعني بتعمل تحديث للموبايلات اللي هو لثلاث سنوات. وخليني يجي نشوف للموبايلات اللي هي بدهاش تحصل على اندرويد 11. واسمع معي هان. ان شاء الله بكون موبايلات مش منهم بس. مي سي سي ناين اي. هذا ما اعتقدش انه هل ممكن تكون النسخة مش موجودة عندنا. ممكن تكون النسخة هادة في الصين. ريدمي نوت سفن. ريدمي نوت سفن اس. ريدمي نوت سفن برو. ريدمي ايت. ريدمي ايت اي ريدمي ايت اي دول. طبعا عشان كنتك علم. الموبايلات اللي مش هتحصل على اندرويد 11 هي الموبايلات اللي اجت بواجهة شاومي ميو اي اللي هو آآ ناين. يعني تسعة. ميو اي تسعة اللي اجت بواجهة ميو اي تسعة مش هتحصل على اندرويد 11. وهذا الكلام حسب موقع الشركة. وحسب من الكلام الموجود على موقع الشركة. وهذا الكلام كله اللي انا جبت لك اياه من الموقع الرسمي لشركة شاومي. وهذا كلام رسمي. وطبعا ممكن يكون فيه تعديل حاجات بسيطة. اما هذا هو الكلام الرسمي والاكيد لموبايلات شاومي اللي بتتحصل على اندرويد 11. واللي مش هتحصل على اندرويد 11. يعني ان شاء الله بكون الفيديو استفدتوا منه وان شاء الله المرة الجاية لما تنزل لما ينزل ان شاء الله الاندرويد 11 على الموبايلات وكون فيه موبايلات نزل عليها بشكل رسمي طبعا هذي الموبايلات فيه من موبايلات نزل بشكل اللي هو نسخة البيتا ولسه نسخة المستقرة ما وصلت وصلت النسخة المستقرة للي هو الصين وبالنسبة ان احنا لسه ما وصلت ناش بدنا نيجي نشوف ان شاء الله نسخة المستقرة لما تصلنا ونجربها لا تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته